العاصفة ها هنا ومع زميل هادي الأمين على مدار يلي راح يفتح لنا ملف البواخر والسمسرة صفقة البواخر والسمسرات على مصرعيه بالمستندات والتسجيلات واضح انه في عمولات بعهد الوزير جبران باسيل عام 2000 ومن بعد ما تسلم وزارة الطاقة عام 2010 بعد كشف الجديد التسجيلات السرية والمستندات التي توثق دفع عمولات في صفقة البواخر التركية بصوت وتوقيع وكيل شركة كارادونيز رالف فيصل خرج الوزير جبران باسيل في مقابلة وعدا بكشف معطيات تتعلق بالصفقة التي وقعت في عهده بس أنا الجزء اللي أنا بدي أعلن عنه أو اللي بدي يبقى يطلع تركه لوقتي يفرغوا هني كل شي عندهم فما بديه بس واضح الأشخاص اللي عم بيحكوا عنهم هيدا تحديدا فاضل رائد شخص أنا ما بعرفه اللي عندي بعرفه فيه ولا سامع يعني ما بعرف شي عنه وهو علاقاته السياسية معروفة وين يعني الشركة وكيلة معروف مين إلا أن باسيل وعلى الرغم من إطلالاته المتكررة لم يكشف ما لديه خصوصا بعدما كشفنا في الحلقة الأخيرة عن زيارته تركيا لمعاينة البواخر قبل سنتين من توقيع العقد اللي بديكشفوا اليوم رياض أن الجلسة اللي كانت مع وكيل شركة كارادونيز رالف فيصل وأورهان كارادونيز بالفور سيزن بتركيا هي بتاريخ 11-1-2010 وفق معلومات موثقة لوحدة التحقيقات الاستقصائية زار باسيل تركيا في الشهر الأول من عام 2010 والتقى رالف فيصل وأورهان كارادونيز في فندق الفور سيزن في تركيا قبل أن ينتقل بمروحية لمعاينة البواخر هذا الموعد جرى بعد تواصل بين مستشار باسيل الوزير الصابق سيزار أبي خليل ورالف فيصل في نهاية عام 2009 لتكمل مسيرة التفاوض غير العلني الوزير الصابق ندى البستاني عام 2011 وكلها تحضيرات واجتماعات نجم عنها توقيع العقد مع كارادونيز عام 2012 وثبت بالدليل القاطع دفع عمولات وسمسرات لإبرام هذه الصفقة التي كلفت اللبنانيين نحو مليار دولار ها بورنيتا وها أرنب ضم على القضية ضم على القضية ما حدا يعتقد أنه إخلاء السبيل أو طمطمت الملف بهذه الطريقة حتمنى حدا من المحاسبة حنلحقكم واما رحتوا أنتوا والبواخر اليوم تستعد البواخر لمغادرة الأراضي اللبنانية وسط صمت سياسي وقضائي تجاه ما كشف وعلى الرغم من صمت جبران باسيل إلا أن انتهاء العقد لا يعني ختم الملف العالق أمام القضاء ومع اكتراب عودة البرنامج في الشهر الجاري لابد أن يعرف المعنيون أن بين تشرين وتشرين طيفا ثانيا لابد أن يكون حارا على من فضحتهم ملفات برنامج يسقط حكم الفاسد هذه الأمين قناة الجديد